مرحبا بكم درس مساحة المستطيل والمربع إذن لنفهم ونطبق نلاحظ السطوح ونكمل من بين الأشكال الستة شكل يمكنني من ترصيف الأشكال الأخرى إذن نلاحظ هذه الأشكال الستة والشكل الأصغر من بين هذه الأشكال هو الذي يمكننا من ترصيف الأشكال الأخرى إذن هذا الشكل هو الشكل أ إذن الشكل أ الشكل أ هو الذي يمكننا من ترصيف باقي الأشكال وباقي الأشكال سنقسمها إلى أشكال تساوي مساحة الشكل أ إذن مثلا الشكل بدي نقسمه إلى قسمين فنحصل على شكلين من الشكل أ ثم الشكل بي نقسمه إلى أربعة أقسام هكذا ثم الشكل أ نقسمه إلى قسمين فنحصل على ما يقابل شكلين من الشكل أ ثم الشكل السي نقسمه إلى ثلاثة أقسام والشكل أ نقسمه إلى أربعة أقسام إذن باتخاذ هذا الشكل وحدة لقياس المساحات أكمل الجدول بالقياسات المناسبة إذن الشكل أ الشكل أ كم يساوي من أ يساوي أربعة واحد إثنان ثلاثة أربعة إذن الشكل أ يساوي أربعة أ ثم الشكل بي الشكل بي أيضا يساوي أربعة أ ثم الشكل السي إذن الشكل السي يساوي ثلاثة أ ثم الشكل دي هو هذا يساوي إثنان أ ثم الشكل أ يساوي واحد وأخيرا الشكل أف فهو يساوي إثنان أ إذن أكمل بما يناسب السطحان بغنى السطحان لهم نفس المساحة لهم المساحة نفسها إذن نلاحظ على أن السطح أ و بي لهم نفس المساحة أربعة أ كذلك السطحان دي و أف لهم نفس المساحة إثنان أ إذن نخذه أ و بي إذن السطحان أ و بي لهم المساحة نفسها وكذلك ممكن نعمل السطحان دي و أف لهم أيضا المساحة نفسها ثم مساحة السطح شي سطح أكبر من مساحة سطح آخر إذن نخذه مثلا السطح بي فهو أكبر من سي و كذلك أكبر من دي و أكبر من أ أكبر من أف دي و أف نعمل وحدة من هاد السطح إذن ننتقل إلى التمرين الأول ألاحظه ثم أصله بخط كم من مثلث في كل شكل من الأشكال إذن شحال عندنا من مثلث في كل شكل من هاد الأشكال إذن مثلا الشكل بي نقسمه إلى مثلثات صغيرة هكذا فنلاحظ على أن الشكل بي فيه كم من مثلث فيه واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن بي فيه أربع مثلثات ثم السي كذلك نقسمه إلى مثلثات صغيرة فنلاحظ على أن كم فيه من مثلث صغير فيه واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر إذن السي فيه عشر مثلثات ثم الشكل دي إذن دي أيضا نقسمه إلى مثلثات صغيرة ونحسب كم فيه من مثلث إذن فيه كم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر إحدى عشر اثنى عشر تلاثة عشر أربعة عشر إذن دي فيه أربعة وعشرون مثلثا صغيرا وتم إصالها سابقا ننتقل إلى أ إذن أ سنحسب عدد المربعات ونضربها في إثنان لأن كل مثلث كل مربع فهو يساوي مثلثين إذن لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة أو عفوا أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر إحدى عشر إثنى عشر تلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر إذن خمسة عشر في إثنان أي في مثلثين فهي تساوي ثلاثون إذن أ تساوي ثلاثون رغم أعطوهش لنا هنا إحنا نزيدوها هنا أعطوش لنا ثلاثون إحنا نزيدوها هنا إذن أ تساوي ثلاثون مثلثا ثم أف أف واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن فيها ست مربعات أي إثنى عشر مثلثا إذن أف إثنى عشر مثلثا وأخيرا الجي إذن الجي بقي لنا خمسون غنت أكدوه إذن واحد واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة خمسة في خمسة خمسة في خمسة تساوي خمسة وعشرون مربعا وإذا ضربنا في إثنان غنت أعطونا خمسون مثلثا إذن الجي تساوي خمسون مثلثا التمرين الثاني ألاحظ نصيب كل من الأخوات الثلاث من الشوكولاتة ثم ألونه في الشكل حسب التوجيه إذن لدينا زينب لديها هذا النصيب وشيماء هذا النصيب ووفاء هذا النصيب وعندنا واحد سؤال من أخذت النصيب الأكبر إذن سنلون بداية نصيب كل أخت من هذه الأخوات إذن لنبدأ بوفاء إذن وفاء عندها الشريط هذا إذن سنقسمه هنا ثم نلونه إذن وفاء طلبوا مننا أن نلون نصيبها بالأزرق إذن لون النصيب الوفاء بالأزرق ثم لدينا شيماء شيماء نصيبها هنا هو على هذا الشكل إذن سنلونه بالأخضر إذن نصيب لديه الشيماء هكذا غيكون هو هذا هو هذا النصيب لديه الشيماء سنلونه باللون الأخضر إذن هذا نصيب شيماء وأخيرا بقي لنا نصيب زينب إذن نصيب زينب مطلوب أن نلونه بالوردي أنا سنلونه بالبرتقال وأنتم لونوه باللون الوردي إذن كما نلاحظ فمن التي أخذت النصيب الأكبر إذن كاللاحظ على أن وفاء أخذت كم من قطعة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية أخذ الثمانية ثم شيماء كذلك واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثم زينب أخذت أيضا ثمانية إذن كما نلاحظ فأخذنا نفس النصيب وليست هناك أي واحدة أخذت النصيب الأكبر إذن ليست هناك أي يد واحدة أخذت النصيب الأكبر بل أخذنا نفس النصيب إذن التمرين الثالث ألاحظ وأكمل الجدوال إذن عندنا هذه السطوح هذه ونطلب مننا أن نحدد السطوح لها نفس المساحة والسطوح ليس لها المساحة نفسها لكن قبل ذلك علينا أن نحدد مساحة كل سطح بدلالة مثلث صغير إذن مثلا هذه الجي نقسموه هنا على اثنان وغلقوا على أن المساحة دياله كم؟ المساحة دياله هي أربع مثلثات صغيرة ثم أيضا الشكل أف نقسموه هذا المربع نحسبه 1, 2, 3, 4, 5, 6 ثم هذا الشكل أ لدينا كم من مثلث لدينا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ثم دي 1, 2, 3, 4, 5, 6 ثم سي 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 أ لدينا أربعة وبي لدينا 1, 2, 3, 4, 5, 6 إذن السطوح التي لها نفسه لها المساحة نفسها إذن لدينا أف ودي وبي عندهم ستة ثم أيضا لدينا سي وأ إذن أ وصي إذن لدينا لفس المساحة ثمانية ثم أيضا لدينا سي وأ ثم أيضاً ممكن أن نضيفه A و G إذن A و G لهم أيضاً نفس المساحة ثم السطوح ليس لها المساحة نفسها إذن ممكن نخذه F و E و A إذن هذا ليس لها نفس المساحة إذن التمرين الرابع مستطيل طوله 5 سنتيمتر وعرضه 3 سنتيمتر مساحته هي 15 سنتيمتر مربع صحيح أم خطأ؟ صحيح لماذا؟ لأن 15 سنتيمتر مربع فهي تساوي 3 سنتيمتر في 5 تساوي الطول في العرض وبالتالي فهي تساوي 15 سنتيمتر مربع إذن أرسمو في الشكل التربيعات لأتحقق إذن غرسمو في هذا الشكل التربيعات باش نتحققو إذن نبدو بالعرض العرض فيه ثلاثة إذن غرسمو نخدو ثلاث مربعات في العرض ثم طول طول عندنا خمسة هنا يا رتيبا الشكل صغير ما غيجوناش المربعات مقدين قد هذا غيكونوا أصغر منه ولكن الفكرة توصل كيف ملحتو فالمربعات جوا صغير مجاوش قد هذا لأن الشكل رأى أصلا رأى صغير كان ممكن يكون طول منها كو ولكن الفكرة كتوصله قد نوصله لأن مساحة هذا المستطيل هي 15 سنتيمتر مربع لاعتبار أن كل مربع يساوي واحد سنتيمتر إذن عندنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وفي العرض عندنا ثلاثة إذن خمسة في ثلاثة تساوي 15 سنتيمتر مربع التمرين الخامس أحسب مساحة المربع والمستطيل إذن هذا المربع عندنا طول ضلعه هو أربعة سنتيمتر وقد نعرف حساب مساحة المربع نضرب الضلع في الضلع بمعنى هنا نضرب أربعة في أربعة إذن مساحة المربع هي الضلع في الضلع أربعة في أربعة تساوي 16 سنتيمتر مربع ثم مساحة المستطيل إذن مساحة المستطيل هي الطول في العرض مساحة المستطيل هي إذن الذين الطول هو 13 سنتيمتر والعرض هو أربعة أربعة سنتيمترات إذن غندروا 13 في أربعة إذن 13 في أربعة فهي تساوي 52 سنتيمتر مربع التمرين السادس يوجد بجانب كل مربع أو مستطيل وحدة اعتباطية لحساب قياس مساحته أحسب هذا القياس وأكتبه في المكان المناسب إذن عندنا المستطيل هذا فوحدة القياس المعتمدة هي مربعين إذن كم لدينا من مربعين في هذا الشكل إذن سنحسبوها هكذا واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر إذن خمسة عشر إذن خمسة عشر مربعين يعني خمسة عشر من خمسة عشر مربعين حسب هاته الوحدة ولحسبناها كمرة غلقوا فيه تلاتين مربعين لقسمناها على إثنان يعني على مربعين غلقوا خمسة عشر ثم هنا لدينا هذا المربع فالمطلوب أن نحسب مساحته بدلالة مثلث يعني كم فيه من مثلث إذن نحسب أولا كم فيه من مربع ونضربها في إثنان إذن واحد إثنان ثلاثة أربعة ومثلها في العرض إذن أربعة في أربعة تسوي ستة عشر ستة عشر لقسمناه إلى مثلثات كامل هذا المربع فغلقوا فيه إثنان وثلاثون مثلثان هكذا إثنان وثلاثون مثلثان ثم هذا المستطيل إذن هذا المستطيل المطلوب أن نحسبه أيضا بدلالة مربع ومثلثين أي مربعين أي مربعين بحل غنحيدوا هذا غنحيدوه غنجيبوه هنا غيكون عنا مربعين إذن كم فيه من مربعين إذن غنحسبوه هكذا إذن واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر إذن خمسة عشر حسب هذه الوحدة التي هي عبارة عن مربع ومثلثين أي مربعين والشكل الكامل رفيه ثلاثون مربعين ثم أيضا أن نحسب هذا المربع بدلالة مربعين إذن كم فيه من مربعين إذن هذا الشكل ربحانه بحل هدها هذا المربع هذا مثله مثل هذا المربع وهذا المربع السابق قلنا كم فيه من مربع فيه ستة عشر مربعين إذن نبغيها بمربعين سنقل ثمانية مربعين ثمانية مربعين هكذا التمرين السابع حقل يونس مكون من مربع من هذا المربع ومن مستطيل المطلوب أحسب مساحة هذا الحقل إذن كي نحسب مساحة هذا الحقل نحسب أولا مساحة المربع ثم مساحة المستطيل ثم نجمع المساحتين لنحصل على مساحة الحقل ككل إذن نبدأ بحساب مساحة حساب مساحة المربع إذن مساحة مربع الضلع في الضلع بمعنى 45 مضروبة في 45 إذن سننجز العملية إذن 5 في 45 مضروبة في 45 إذن 5 في 5 25 5 في 24 22 4 في 25 4 في 4 16 زائد 2 18 ثم نجمع 5 2 10 إذن إذن هي 225 225 متر مربع إذن هذه مساحة المربع ثم سنحسب مساحة حساب مساحة المستطيل إذن أيضا سنضرب الطول في العرض أي 38 مضروبة في 15 نحسبها أيضا 38 مضروبة في 15 إذن 5 في 48 40 15 19 8 3 إذن 0 17 5 إذن 570 متر مربع 570 متر مربع ثم أعاد سنحسب مساحة الحقل نجمع مساحة المربع ومساحة المستطيل إذن إذن مساحة الحقل هي 225 زائد 570 نجزء أيضا نقوم أيضا بالعملية إذن إذن 2025 زائد 570 إذن 5 9 5 2 إذن 255 25 2595 255 متر مربع إذن هذه هي مساحة هذا الحقل إذن السؤال التمرين الثامن باتخاذ هذه التربعة هذا المربع هذا وحدة لقياس المساحة أكتب قياس مساحة كل سطح أسفلها إذن في هذا الشكل كم لدينا من مربع لدينا 2 إذن سيكون لدينا 2 مربع ثم هنا كم لدينا لدينا 2 هذا وهذا لجمعنا هم سيعطينا 1 وهذا الواحد هي 2 من هذا المربع ثم هنا كم لدينا لدينا 4 4 مربع أو لتربعة ثم هنا كم لدينا 1 2 3 4 5 في 2 10 10 تربيعات أيضا التمرين التاسع ألاحظ المربع والمستطيل والوحدات وأكمل الجدول إذن عندنا هذا المربع وعندنا أيضا هذا المستطيل وعندنا هذا الوحدات أ هي مربع كبير ب مثلث أي نصف مربع و س مثلث صغير أي ربع مربع إذن قياس مساحة المربع بدلالة أ إذن فهذا المربع شحل لدينا من أ 1 2 3 4 عندنا 4 هذه المربعات قد هذا أ ثم بدلالة ب لدينا كل مربع رفيه مثلثين أي ثمانية ثم بدلالة هذا س بمعنى كل مربع كبير رفيه 4 وعندنا 4 مربعات إذن ستة عشر مثلثا صغيرا ثم المستطيل إذن المستطيل بدلالة أ كم لدينا من مربع لدينا ستة 1 2 3 4 5 6 ثم بدلالة ب بهذا نصف مربع أي بمثلث يكون 12 مثلثا وإذا كان لدينا لدينا نحسب هم على خاطرنا ثم بدلالة الس شحل عندنا من مثلث صغير هنا في هذا المستطيل 24 مثلثا صغيرا أي ربع مربع التمرين العاشر أحدد مساحة المربع بتلوين صيغة الجواب الصحيح إذن عندنا هذا المربع طول دلعه 4 كيف نحسب مساحة المربع نضرب الضلع في الضلع أي نضرب 4 في 4 وبالتالي فالصيغة الصحيحة للجواب هي هذه 4 في 4 هي اللون التمرين الحادي عشر حقل مستطيل الشكل عرضه 70 م وطوله 140 م أحسب مساحة هو محيط إذن سنحسب أولا محيط هذا مستطيل إذن محيط هذا المستطيل هو إذن قلنا القاعدة الحساب محيط المربع تنضير الطول زائد العرض مضروب في 2 بمعنى سنضير 140 وهي الطول زائد 70 وهي العرض مضروبة في 2 إذن 140 زائد 7 تسوي 210 مضروبة في 2 تسوي 420 متر إذن هذا محيط هذا المستطيل ثم مساحته إذن مساحة هذا المستطيل هي إذن مساحة المستطيل نضرب الطول في العرض بمعنى نضرب 140 مضروبة في 70 40 إذن ونجزو العملية لدينا نضرب 14 في 7 ومن بعد نضرب جوج أصفار الصفر اللي كان هنا وصفر اللي كان هنا وما زدنا هنا ونجزو العملية إذن 7 في 4 تسوي 28 نحتفظ ب 2 7 في 1 7 زائد 2 تسوي 9 إذن هي 9800 م م م م م م هنا نضرب على المساحة خاصة تكون بالم م م م م م ننتقل إلى التمرين الثاني عشر إذن أختار وحدة مناسبة وألونها وأكمل إذن لدينا هذا المستطيل وعننا هذا الم م نختار شي وحدة مناسبة نحسب بها إذن ولونها إذن نختار مثلا هذا نختار مستطيل واحد ونلونه إذن قياس مساحة المستطيل أ هي كم من مستطيل واحد إذن هي واحد 2 3 4 5 6 هي 6 من هذا المستطيل ثم المربع أيضا نختار وحدة القياس غير مربع واحد أو نختار غير نصف مربع أي مثل نختار مربع لا مشكلة إذن كم لدينا من مربع لدينا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 إذن 9 مربعات بحال هذا اللون تمرين التمرين الثالث عشر أضع علامة تحت السطح الذي له أصغر مساح إذن عندنا هذا المربع طول دلعه هو 4 سنتيمتر إذن مساحته كم ستكون سننضر الضلع في الضلع 4 4 4 4 4 تساوي 16 سنتيمتر مربع ثم هذا المستطيل طوله هو 8 سنتيمتر وعرضه 4 سنتيمتر إذن سننضر الطول في العرض بمعنى 8 4 تساوي 32 سنتيمتر مربع إذن هذا 32 المستطيل 32 والمربع 16 سنتيمتر إذن السطح الذي له أصغر مساحة هو سطح المربع انتهى